موسيقى موسيقى السلام عليكم اخواني اخواتي مغاربة العالم في كل الدول كل العالم راه الفيروس كورونا يفتك بالمغاربة العالم لماذا؟ نظرا للتهور المجموعة المغاربة لماذا يتبعوش التعليمات والاحتياطات الاحترازية وتخاطروا بالحياة والعائلة والان الآن سيكون اكبر نسبة الاصابات الموجودة بين مغاربة العالم في الدول الأوروبية في هولندا بلجيكا في اسبانيا في فرنسا في إيطاليا في انكلترا في ألمانيا لماذا هذه الاصابات المرتفع لأن لا تسمعوا ولا تشدوا الأمور بالمعقول وتنتهون و في نفس الوقت سبب نقل الفيروس بين العائلة لأن الفيروس ينتقل بسرعة والآن الموجة الثانية التي تضرب أوروبا فهو مثل التصنامي فهولندا 10 ألف إصابة يوميا في فرنسا 42 ألف إصابة يوميا إيطاليا 15 ألف إصابة يوميا بلجيكا ألمانيا لكن لا نسمع النصائح والإرشادات و نتصرف التصرف للطائشين وصبحنا الآن أن الغرف الإنعاش المقابر الأغلبية من مغاربة العالم ف ننصحوا بعضياتكم وحضروا بعضياتكم و نصبروا لكتباع والاجتماعي نصبروا شهرين ثلاث شهر حتى يظهر اللقاح و نتكلم الكثير من الإنسان يمكن أن يتصرف بحرية الآن حرية مقيدة منذ شهر مارس 2020 من ما نقوم من نقوم ونقوم من نتبعين الإجراءات الإحترازية التي تقوم دول إقامة بتطبيق ذلك من أجل أنه تخفيض العدد المصابين وما يريدون أن العدد الإصابات يكون أقل من 0.9% ولكن أقل أنهم يتحكموا في هذا الوباء بس بارد ليفن فان يو فاميلي بس بارد ليفن هيت ليفن فان يو فان يو مودر هيت ليفن فان يو فان يو بيغة دائم دائم وليط أخبت الإجراء من لم يوز الإجراء أصول من وس Merك وأصول أصول 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 لكن أصول من فان تما في هذا المال ك السهاد أصول أن تببل علينا جميعا من أجل توقيف وتخفيف هذا الانتشار للوباء بين صفوف مغاربة العالم في دول الإقامة وشكرا